السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مزيكم يا حبيبة عاملين ايه يا رب بتكونوا بخير انا كنت نزلت فيديو قريب كنت بتكلم فيها عن الجوازات والورق المطلوب لجواز الصفر وجالي تعليقات كتير عليه ناس بتسأل يعني اللي بيسأل على اوراق المطلوبة واللي بيسأل بعد كده ايه جات اسئلة كتير بخصوص الصفر والورق والحاجات المطلوبة فانا حبيت بدل ما ارد على يعني على تعليق تعليفة حبيت اعمل فيديو اشرح فيه كل حاجة لان طبعا الناس اللي اول مرة تسافر بيبقى الموضوع بالنسبة لهم لسا مش عارفين ويقول لواحد بكلمة وبيسمعوا حاجات كتيرة فمش عارفين الخطوات ايه او يمشوا ازاي فانا هقول لكم تجربتي وعملت ايه بالزبط عشان خاطر تمشوا على نفس الخطوات عام تجربة ان الحمد لله خلصت ورقي والجوازات جات للنهار ده وعلى التأشير الحمد لله وخلاص هسافر قريب باذن الله اول حاجة احنا بنعمل جواز السفر نعمل فيديو فيه كل حاجة عن جواز السفر والورق المطلوب تمام بعد كده احنا بنعمل ايه لو الزيارة لو انت جايلك زيارة زيارة عائلية مثلا جوزك عاملها لك زيارة خاصة بالام والاولاد المطلوب ايه اول حاجة خلص بتعمليها عشان تبقي ماشية مظبوط اسمت الجواز بتطلعها كمبيوتر وبتطلعها شهادات ميلاد الاولاد كمبيوتر وبتروح اول حاجة على السجل السجل اللي في بلدك بتروح عليه اه يعني بعد ما بتطلعها شهادات الميلاد كمبيوتر وقسمت الجواز كمبيوتر في حاجة اسمها ختم الزابط ختم الزابط ده بتعمليه بتروح نكت�� انا عايزي اعمل ختم الزابط عشان خاطر اهو اتسقف الخارجية اه ختم الزابط ده بيتتعامل الورقة ب 50 جنيه يعني انت مثلا انت عندك طفلين ونت وقسمت الجواز بقى ثلاث ورقات يبقى 150 جنيه تمام قبل ما تروح الخارجية لازم تعملي الخطوة دي بتروح السجل التعملي تختمي ختم الزابط عشان انت بترجع على الخارجية الخارجية بتكون زحمة لما تغلطيش غلطتي انا ما كنتش اعرف يعني كل اللي عرفته من الورق كل اللي عرفته من الورق بتحتاج توسق من الخارجية فانا رحت على مكتب الخارجية اللي في بلدي في المحافظة بتاعتي يعني فضلت وقفة في الطبور مدة طويلة وبعد كده اكتشفت لقدنتي لسه هتروح السجل عشان تعملي ختم الزابط فارحت وعلى ما رجعت تاني قال لي خلاص احنا قفلنا فانت اول حاجة بتطلعي بادري من بيتك بتروح على اللي بتكون المجهزة شهادات الميلاد وقسمت الجواز كمبيوتر اللي بيلزم فقط هي قسمت الجواز وشهادات الاولاد اللي شهادة ميلادك ما بتلزمش ولا شهادة ميلاد الزوج تمام بتروح على السجل زي ما قلنا بتعمل ختم بتاع الزابط بياخد على الورقة 50 جنيه بعد كده بتطلعي على الخارجية بتروح على الخارجية بتاخدي رقم وبتقف في الطبور وكده بتدخلي الورقة بتبقى ب110 يعني انت هتعملي مثلا عندك طفلين يبقى شهادات ميلاد لتن الواحدة بتتوسطك ب110 وقسمت الجواز 110 يبقى الورقة كل ورقة بتكلفت بالزبط 160 جنيه تمام؟ بعد ما بتخلص كده ده الورق المطلوب بعد كده بتبدأ بقى تشوفي معاد في تسهيل وتسهيل دي كانت اصعب خطوة وانا عشان رايحة فوقتي بقى موسم وكده فكان الموقع طبعا قافل ويقع وحاجات او اهم حاجة بقى هي بتحجزي موعد في تسهيل طب ايه الورق المطلوب في تسهيل؟ بصوا بقى هقول لكم على حاجة تسهيل فيها الغلطة يعني بصي يعني انت لازم لازم ورقك يبقى ماشي تمام وتبقى رايحة لان في تسهيل بيتلكيكه جدا 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 على الحرف وطبعا تسهيل احنا بناخد موعد بالعافية فما ينفعش بعد ما اخد موعد ارجع تاني مثلا يبقى في ورقة نقصة وارجع تاني اخد موعد من دول مجدد فلفة فانت ورقك يبقى مظبوط في تسهيل بتاخد ايه في تسهيل؟ طبعا اول حاجة بتعملي بتصددي انجاز انجاز ده جوزك مثلا هو في السعودية بيعملك انجاز ده بيصدده هناك في رصم بتتدفع وتأمين وحاجات من كده بيعملك ايه بيطبع لك ورقة انجاز في ورقة كده اسمها انجاز دي بيبقى مكتوب من فوق طلب دخول تأشيرة وبيبقى فيها صورتك انت بتبعط صورتك وصورت اولادك والصور اللي هتبعطيها لجوزك عشان بتتعامل في انجاز تكون نفس الصور اللي في الجوزات نفس الصور اللي هتاخدها معاك بتسهيل تمام؟ فهو بيطبع لك الورقة دي وبيبقى تلك انت بتطبعيها في اي مكتبة بتطبعيها الوان افضل تمام؟ وفيه كمان اصال دفع بس بصراحة انا روحت وما طلبوش اصال دفع وفيه كمان تأمين التأمين ده برضو بيكون موجود في انجاز التأمين ده بيكون موجود في طلب انجاز برضو بيطبعه لك وبيبعطه انا الصراحة لما روحت كان الورق اللي معاي ايه؟ الورق المطلوب بقى زي ما قلنا شهادات ميلاد الاولاد متوسقة في الخارجية اسمت الجواز متوسقة في الخارجية الاقامة بتاعت دروزك بيبعث لك الاقامة بتاعتك وبتطبيعها دفع انجاز يعني هو بيدفعه هناك ده بيكون مكتوب على طلب دخول تأشيرة طلب انجاز ده بيبعثه لك برضو بالطلعيه ليك ولأولادك وإصال الدفع في حاجة برضو اسمها إصال الدفع بتكون موجودة برضو في الطلب هو هو بيعمل الطلب او حد بيعمله له ده بيكون موجود وفي تأمين في تأمين بيدفع برضو بيبقى ليك ولأولاد تمام ده الورق والاقامة بتاعته هو ده بس الورق اللي بيلزم في تسهيل ما بيلزمش غير كده بزيارة العائلية اللي بيلزم في ايه انجاز طلب انجاز ورسوم الدفع سداد انجاز انه هو سدد فلوس انجاز والتأمين وشهادات ميلاد للاولاد كمبيوتر متوسقة من الخارجية وما يكونش عضة على التوسيق ست شهور اسمت الجواز متوسقة برضو من الخارجية ما يكونش عضة ست شهور وصورة الاقامة بتاعت جوزك انا الصراحة ما تطلبش مني غير صورة سداد انجاز واقامة جوز وشهادات ميلاد للاولاد واسمت الجواز بس لكن رسوم الدفع والتأمين ده ما تطلبش بس انا كنت واخده معي احطي وفيه فروع بتدقي يعني فيه فروع بتركز وبتبقى عايز ايه غلطة هو ده بس اللي بيلزم في تسهيل واهم حاجة بقى المعاد بتاع تسهيل انت بتكون واخده المعاد بتاعك بحد بيهجزك معاك بتطبيعي وبتخديم عايكي رسوم بتدفعي في في تسهيل اه تم واخده مني بالزبط يعني حوالي 820 او 825 جنيه على الجواز طبعا ده العادي لو انت حاجزة مميز بتدفع 1400 جنيه بس انا كنت حاجزة عادي بالحمد اللي انا اموري كنت متيسرة جدا اه والورقة كله كان مزبوط وخدي معاك برضو صور احتياطي لان قالوا في ناس بتطلبها لكن لانا روحت وما طلبش للحاجات دي اه يا رب اكون فتوكم في الفيديو وبرضو انا ممكن اكون نسة حاجات لو حد عايز اي حاجة اه يكتبلي في الكومنتات وانا هارد على كل سؤال اي حاجة بخصوص الزيارة العائلية او السفر او الورق ياريت اكتبولي وانا روحت فرع التجمع لو حد عايز العنوان بالتفصيل او كده او جاله التجمع يكتبلي وانا هارد على اي سؤال